موسيقى نشارة أخبار يا رياضة نقدم لكم من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل يحتضن ملعب ستانفورد بريد جمسية اليوم قيمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي وأرسنال في داربي لندن الذي يعيد بالكثير من الإثارة والندية بين الفريقين ويسعى البلوز لمواصلة سلسلة انتصاراتهم والعودة بقوة بعد انطلاقة متعثرة قبل تحقيق انتصارين تواليا على حساب فولهام وبينلي بينما يأمل أرسنال في تأكيد مستوياته الكبيرة وتحقيق فوز يعزز به رصيدة ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر بإحدى عشرة نقطة فيما يأتي أرسنال ثانيا بعشرين نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر توتنهام وعشية داربي لندن المرتقب أمام تشيلسي أثنى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على لعب خط الوسط ديكران رايس الذي التحق بالفريق خلال الصائفة المنصرمة مؤكدا أنه تأقلم بشكل سريع مع الفريق ويؤدي بشكل رائع كانت لدينا توقعات كبيرة منه إنه يؤدي بشكل جيد حقا كانت هناك علامة استفهام حول المدة التي سيستغرقها للتأقلم مع الفريق ولكن بشكل خاص في المباريات الكبيرة وهذا ما تحتاجه من اللاعبين الكبار تحية كبيرة له لأنه فعل ذلك مبكرا جدا وبطريقة طبيعية حقا أيضا يحل السبت ريال مدريد ضيفا على إشبيليا في ملعب رامون سانتشيز بيسخوان ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور الإسباني وستكون الفرصة سانحة أمام النادي الملكي للابتعاد في صدارة الدور الإسباني شريطة الفوز أمام مضيف إشبيليا في انتظار ما ستسفر عنهم مواجهة جيرونا أمام ألميريا وبارشلون أمام ضيف أتليتيك بيلباو غدا الأحد في الجانب الآخر يعاني إشبيليا من تدبد بالأداء خلال الموسم الحالي إذ يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط فقط وستكون المباراة خاصة بالنسبة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس الذي سيواجه الفريق الذي عرف فيه أوج فترات مسيرته الكروية في إسبانيا دائما أظهرت جماهير نادي أوساسونا دعمها لفلسطين وتعاطفها مع غزة وذلك خلال مباراة فريقها أمام غرناط مساء الجمعة في افتتاح الجولة العاشرة من مسابقة الدور الإسباني لكرة القدم ورفع الجماهير والنادي الإسباني في مدرجات مرعب ألسدار أعلام فلسطين كنوع من الدعم لأهل غزة ضد ما يتعرضون له من قصف وغارات من طرف الاحتلال الصهيوني وقامت الجماهير بدعم الشعب الفلسطيني على الرغم من إصدار رئيس رابطة الليجة خافير تيباس تعليمة تنص بمنع رفع الأعلام في مدرجات الملعب الإسبانية في خبر آخر أعلن نادي مونزا الإيطالي إقاف مهاجمه الأرجنتيني أليخاندرو غوماز لمدة عامين وذلك في قضية المنشطات الناجمة عن الفترة التي قضاها في نادي إشبيليا الإسباني وجاءت نتيجة إذن اختبار غوماز إيجابية شهر أكتوبر من العام الماضي قبل وقت قصير من انضمامه لتشكيلة الأرجنتين التي توجت بلقب كأس العالم 2022 بقطر وتلقى نادي مونزا الجمعة اختارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر الاتحاد الإيطالي للعبة يشير إلى العقوبة التي أصدرتها لجنة مكافحة المنشطات الإسبانية في حق اللاعب البالغ من العمر 35 عاما قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بزيارة تنزانيا الجمعة خلال حفل افتتاح النسخة الأولى للدور الإفريقي لكرة القدم رفقة الرئيس الاتحاد الفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي ورئيس الاتحاد التنزاني للعبة والاس كاريت والمدرب الفرنسي الشهير آسين فينجر مدير التطوير في الهيئة الكروية العالمية وتعرف المنافسة المستحدث هذا الموسم مشاركة ثمانية فرق على أن يرتفع العدد إلى 24 فريقا في السنة المقبلة وعرفت مباراة الذهاب من ربع نهائي تعادل صاحب الأرض سيمبا التنزاني مع ضيفه الأهل المصري بنتيجة هدفين لكل فريق حسنا نحن هنا بالطبع من أجل حادث عظيم المباراة الأولى وافتتاح مسابقة دور الإفريقي لكرة القدم التي ستغير مشهد كرة القدم الأفريقية والعالمية نحن هنا في بلد لدينا فيه عائلة ولهذا السبب أشعر بأنني في بيتي هنا مع الجميع أنا سعيد حقا اليوم أعتقد أن هذه المسابقة ستغير مشهد كرة القدم الأفريقية لأنها تسمح بطبع للفرق من جميع أنحاء القار اعتبارا من الموسم المقبل باللعب مع بعضها البعض بشكل متكرر وهذا يجعل الفرق تؤدي بشكل أفضل في أخبار التنس فاز اليوناني ستيفانوس تتيباس سلجمع بمجموعتين على الألماني يانيك هانفنم ليحسيم تأهله إلى نصف نهاي بطولة أوروبا المفتوحة المقامة في بلجيكا اليوناني بهذا التأهل يبلغ نصفا نهائي لأول مرة منذ جوليا المنصر بمناسبة بطولة لوس كابوس وسيلاقي تتيباس سمسية اليوم نظيره الفرنسي أرثر فيس تغلب المنتخب نيوزيلاندي على نظره الأرجنتيني بواقع 44 مقابل 6 ليبلغ نهائي كأس العالم للريكبي للمرة الخامسة في تاريخه وتفوق منتخب نيوزيلاندي على الأرجنتين على كل المستويات ليؤكد حقيته في التأهل للمشهد الختامي وسيسعى فريق أول بلاكس إلى تحقيق لقبه الرابع في تاريخه يذكر أن نيوزيلاندي ستواجه إما حامل لقب جنوب إفريقيا أو إنجلترا وذلك في ملعب فرنسا في النهائي المرتقب السبت المقبل توجه الفرنسي يوهان زاركو متسابق براماك رايسينج بطلا لسباق جائزة أستراليا الكبرى للدرجات النارية اليوم السبت يحقق أول انتصار في مسيرته في هذه الفئة وجرى السباق السبت على غير العادة بعد أن قرر المنظمون تقديم موعده يقام في موعد سباق السرعة خوفا من تدني الأحوال الجوية يوم الأحد وحصد الإسباني مارتين على مركز أول المنطلقين لكنه تراجع وفقد الصدارة في اللفة الأخيرة واكتفى بالمركز الخامس بينما حصل الإيطالي فرانسيسكو بانيايا على المركز الثاني فيما عاد المركز الثالث للإيطالي فابيو دي جيانا أنتونيو وبهذا أصبح مارتين في المركز الثاني في ترتيب العام في قائمة السائقين بالبطولة متخلفا بفارق 27 عن المتصدر الإيطالي بانيايا أهدت مصارعتها الكاراتي دولويزا أبوريش وسيليا ويكان ميداليتين للجزائر ضمن الألعاب العالمية للفنون القتالية لأقل من 21 سنة للرجال والسيدات التي تختتم فعالياتها اليوم بمدينة الرياض السعودية وتوجت الويزا بوريش بالمندالية الذهبية عقب تغلبها في نهاي وزن 55 كيلوغراما على الكازاخية بيلا سامسايفا فيما أحزت سيليا ويكان فضية وزن أقل من 50 كيلوغراما الدورة العالمية للفنون القتالية شملت 15 تخصصا وشهدت مشاركة أزيد من 1500 رياضي يمثلون 120 دولة منهم 42 دولة في رياضة الكاراتي دو ممثلة ب96 مصارعا ومصارعا شهدت سلسلة بطولة يوان للملاكمة تايلندية تألقا لافتا للشاب الجزائري إلياس قاسم بعد فوزه المثير على التايلندي شايسور في النزال الذي احتضنته قاعة لومبيني للملاكمة في بانكوك التايلندية وقدم البارغ من العمر 17 عاما أداءا متميزا أمام صاحب الأرض والجمهور الذي يفوقه سنا بثمانية عوام كاملة وذلك بفوزه بالضربة القاضية بعد مرور دقيقتين و43 ثانية من الجولة الثانية لنزال وزن 58 كيلوغراما الفوز الأول للمصارع الجزائري في بطولة المواي سلسلة وان مكنه من رفع رصيده من النقاط في سلم الترتيب العالمي كما نال على إثره مكافأة اللعب المتميز التي تمنح من طرف رئيس مجلس إدارة المسابقة ختام المواعد الرياضي مشاهدين رفاض المزيد من الأخبار تابعون عبر مختلف منصاتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة